حظي ماكرون في واشنطن باستقبال حافل وحارة رغم برودة التقصى فيما بدت مظاهر العلاقة الودية بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي طاغية رغم المقاربات المختلفة ولا سيما تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والتجارية ومحاولة إظهار جبهة موحدة تجاه التفاوض مع روسيا بشأن أوكرانيا مستعد للتحدث مع السيد بوتين إذا كان يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب لم يفعل ذلك بعد إذا كان الأمر كذلك فبالتشاور مع أصدقاء الفرنسيين وأصدقاء في الناتو سأكون سعيدا بالجلوس مع بوتين لمعرفة ما يدور في ذهنه انتقادات الأوروبيين لارتفاع أسعار إمدادات الطاقة ولا سيما الأمريكية لدولهما حاول الطرفان التغطية عليها عبر الإشارة إلى خطط لإنشاء شراكة خاصة بالطاقة النووية تسهم في تعزيز إمدادات موثوقة ومضمونة إلى أوروبا ودعم تنويع إمدادات الغاز الطبيعية لن ندفع الأوكرانيين أبدا إلى القبول بتسوية يرفضونها نعمل مع الولايات المتحدة لحل أزمة سلاسل التوريد التي تفاقبت على إثر اندلاع حرب أوكرانيا واستبق ماكرون زيارته واشنطن بانتقاد تعامل إدارة بايدن مع الشركات الأوروبية وفق قانون خفض الضخم الذي يدعم الشركات الأمريكية الصناعية والتقنية على حساب الشركات الأوروبية تحت غطاء تعزيز الطاقة النظيفة ومنافسة الصين فيما لم تختلف المواقف تجاه قضايا الشرق الأوسط وإيران ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ يهدف ماكرون إلى الارتقاء بالعلاقات الفرنسية الأمريكية إلى مستوى متقدم يتجاوز العلاقات الأمريكية التقليدية مع أوروبا لكن لا تزال أولويات المصالح الاقتصادية والتجارية لكل طرف هي الاختبار الحقيقي لتحقيق هذه الغاية محمد كريم واشنطن الميادين